ارتفع عدد إصابات كورونا الإجمالي في البلاد ليصل إلى ما يزيد عن 19300 حالة تمثل للشفاء منهم أكثر من 15400 وهذا وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ووفق معتيات الوزارة فإن عدد الحالات النشطة وصل إلى أكثر من 3500 حالة منها 36 حالة خطيرة ومنهم 27 حالة يخضعون للتنفس الاصطناعي هذا وأشارت مديرة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة سيغال سادسكي خلال اجتماع لجنة الكورونا في الكنيسة إلى ارتفاع انتشار فيروس كورونا في 75 بلدة قائلة إن هناك علاقة بين فتح المرافق الاقتصادية والارتفاع الملموس في عدد الحالات بجميع أنحاء البلاد